دي مش مجرد كورة التاريخ بيخلد أحداث رياضية الرياضيين بيدخلوا صفحات الشعوب والنهاردة شفنا الصفحات مصرية بنجهة عالمية بتوصل للعالم كله بتوري لكل العالم روح المصريين فرحة المصريين الرياضيين بيحققوا البهجة وبيسجلوا الفوز والفوز احتياج إنساني ما أحوجنا للفرحة المباريات تفاصيل وأحداث صراعات ومحبة تشجيع وتوتر كل حاجة حتلاقيها في ماتش الكورة ولما انتقلت الرياضة ولعبة الكورة من مجرد لعبة لاقتصاد وصناعة وتكنولوجيا وقوانين واستحداث قوانين زادت صعوبة المنافسات وبقت فعلا مش مجرد كورة من 2500 سنة قبل الميلاد اللي قابلينا لعبوا كورة الصينيين لعبوا كورة وكانوا بيعملوا عزائم ولائم للفريق الفائس وكانوا اليونانيين كمان من 600 سنة قبل الميلاد لعبوا كورة المصريين 300 سنة قبل الميلاد لعبوا كورة لكن الكورة بشكلها اللي احنا بنشوفه دلوقتي ظهرت في انجلترا 1016 سنة 1016 خلال احتفالهم بإجلاء الدنماركيين عن بلدهم لعبوا الكورة بس كانت مظاهر شوية ليها وفرحة بشكل مختلف انتصارهم على الدنماركيين ورحيل الدنماركيين في البداية ما كانش للكورة قوانين ولا قواعد للعبة كنا بنلعب وخلاص لكن لما لقوا ان المتعة بتزيد والإثارة بتزيد وراء الجري وراء السحرة المستديرة دي وكانوا بيركلوها يعني اضرب في الكورة المهم اتدخل الجون لكن لقيوا ان دا مش كفاية لازم مش بس اسجل الجون ولا احتفظ بالكورة الفترات طويلة ولا اجري وراها علشان امتلكها من جديد لكن لازم يكون لها قانون يحدد مين الفايز ومين الخسران بدأت قوانين الكورة في 1710 وفي 1857 تأسس نادي شيفلد اقدم نادي في العالم 1862 اول قوانين فعلية لكورة القدر 1862 يعني احنا بقلنا اكتر من الف سنة من ميت سنة او اكتر من ميت سنة عندنا قوانين لكورة لكن تستحدث 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 استخدام السفارة تشريعات الاحتراف ظهور ضربة الجزاء اول دورة اولمبية حتى شكل العرضة تقنين مواصفات الكورة نفسها وضع مبدأ التسلل بامكان الحراس وفي قوانين خاصة بحراسة المرمى الهدف من الزاوية الركنية تنظيم مباريات كاس العالم دي كلها كانت قوانين احداثها طبعا هو القوانين اللي تتعلق بالتكنولوجيا واستخدام الادوات التقنية في المباريات الرياضية ودي طبعا حدس ولا حرج ودي بتبقى احاديس الجماهير في البداية خوفنا جدا تكنولوجيا تفقدنا متعة الرياضة لكن بعد كده لقينا ان التكنولوجيا سهمت في مزيد من المتعة للرياض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر